نسبة مشاركة بلغت أكثر من 50% أغلقت الدوائر الانتخابية أبوابها في انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر وكانت الدورة الحالية والسادسة من انتخابات المجلس قد شهدت تنافس 85 مرشحا بينهم 5 نساء على 25 مقعدا في المجلس بعد حسم 4 دوائر بالتسكية ورسلنا سلمان نجار يصلط الضوء على تجربة المواطن القطري في الانتخابات البلدية وأبعادها 85 مرشحا يتنفسون على 25 دائرة انتخابية بعد حسم 4 أخرى بالتسكية إنها انتخابات المجلس البلدي المركزي ذي المهمة الاستشارية الرقابية وحلقة الوصل بين المواطن القطري ووزارة البلدية ذات السلطات التنفيذية مطالب الناس اليومية تدفع الكثيرين إلى الدوائر الانتخابية لا تخفى الروابط القبلية والأسرية في ترشيح بعض الأسماء رغم تراجع ملحوظ لصالح البرامج الانتخابية عنده حلول أو أفكار أو عزيمة على أن يساهم في حل هالقضايا أو إثارتها أو متابعتها إن كانت موجودة طبعا من خلال البرنامج الانتخابي يتبين هذه الأمور واللي على ضوءها الواحد أنا بالنسبة لي أقرر من سانتخذ هي الدورة السادسة والانتخابات العامة الوحيدة أمام المواطن القطري منذ عشرين سنة وحتى الآن تجربة ديمقراطية يعتبرها البعض مقدمة لمجلس شورى منتخب قريبا رغم هذا فثمت ملاحظات لا تخفى على القانون الانتخابي من جهة الترشح أو من يحق له الاقتراع بالنسبة لقانون المجلس البلدي بالتأكيد هو يحتاج إلى تعديل بعد مرور عشرين سنة في ثلاث جوانب رئيسية الجانب الأول ما يتعلق بحقوق المواطنة ومن يحق له الترشح والتصويت الأمر الثاني يتعلق بالمواصفات المطلوبة والمحددة للمرشح الأمر الثالث أنه يجب أن يكون هناك برنامج إجباري تأهيلي للمرشحين للوصول للمجلس البلدي حتى يصبحون قادرين على التعاطي مع مختلف القضايا ينص القانون على أن من صلاحيات المجلس مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات وزارة البلدية والبيئة ودراسة المقترحات والخطط بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون البلدية بما يشمل تنظيم المباني والطرق والمحل التجارية والأماكن العامة سيكون أمام المجلس البلدي الجديد تحديات لا يستهن بها في بلد يشهد تطورا عمرانيا ونموا سكانيا كبيرين ويسعى لإتمام تنفيذ مشاريع كبرى في الطريق إلى استحقاق كأس العالم 2022 سلمان النجار العربي الدوحة ويبقى معنا من الدوحة مرسلنا سلمان النجار سلمان كيف جرت العملية الانتخابية وهل بدأت النتائج بالظهور؟ نعم رويدا نعم زهر بدأت النتائج بالظهور أكثر الدوائر الانتخابية تم فرز الأصوات فيها وتم إعلان الفائز بهذه الدوائر لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة لكن لم يصدر عن السلطات الرسمية حتى الآن ربما لم يصدر أي بيان ربما بانتظار انتهاء فرز الأصوات في هذه الانتخابات الحقيقة أن قطر نظرا لقلة عدد السكان من القطريين وأيضا ضعف التنافسية بين المرشحين وأيضا الأجواء الهادئة عموما لا تكاد تأخذ هذه الانتخابات صدا كبيرا وأيضا بالإضافة إلى أن هذا المجلس له صفة استشارية وليس صفة تنفيذية وإن كان كثير ممن قابلناهم اليوم قالوا أنهم جاءوا لأجل أن يبحثوا عن المرشح الأفضل الذي يسعى لتحسين وضع المنطقة التي يسكنون فيها رغم أن كثيرا منهم قالوا أن كل شيء متوفر في المناطق التي نسكن بها ثم تبعض التفاصيل ثم تبعض المشاريع الحكومية التي نريد من هذا الذي يمثلنا في المجلس البلدي المركزي أن يثيرها وأن يتكلم بها وأن يضغط حتى على السلطات وزارة البلدية والبيئة في تحسين ظروف بعض الأشياء أو زيادة حديقة هنا أو زيادة مرفق صحي هناك بشكل عام رويدة الأجواء صارت أجواء عادية وأجواء طبيعية جدا والتجربة هذه تكلم عنها كثير من القطرين أنها يتمنى لو كانت تمهيدا لمجلس شورى قادم كان وعد به أمير قطر في خطابيه في مجلس الشورى خلال السنتين الماضيتين وعد بإجراء انتخابات مجلس شورى قادمة وربما القانون الآن يكتب بانتظار هذه الانتخابات المهمة والفارقة في التاريخ القطر مراسلنا سلمان النجار من الدوحة شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة شكرا